السلام عليكم أطار الكوميديا المغربي الفرنسي جمال الدبوز غضب الجمهور المغربي بسبب هتافه بفوز المنتخب الفرنسي خلال المباراة التي جمعته بالمنتخب المغربي يوم أمس برسم نصف نهائي كأس العالم وانتقد رواد مواقع التواصل للشماعية الدبوز بسبب ارتدائه لقميس يحمل شعاري المغرب وفرنسا وتشجيع الفريقين خلال المباراة معتبرين أن ما قام به الكوميديا المغربي الفرنسي مستفز ولا يمكن تقبله وعبر رواد من نصات التواصل للشماعي عن غضبهم من فعل الدبوز مشيرين إلى أن الروح الوطنية المغربية لا يمكن أن تنقسم لقسمين ونشروا في المقابل تصريح النجم الكوميدي المغربي الفرنسي جاد المالح الذي قال فيه بأنه لن يشجع غير المغرب في مباراة نصف النهائي وجاء في إحدى التعاليق ما كيش حاجة اسميها النصف مغربي ونصف فرنسي والتوني ديال البلاد ما كي تقسمش وما كي تشاركش وطالب عدد من المغاربة بتوقيف تنظيم مهرجا مراكش للضحي الخاص بالكوميدي جمال الدبوز بالمغرب معتبرين أن ما أقدم عليها ينمو عن نفاق كبير للشعب المغربي هذا وسبق وأن قال الدبوز لقناة بيين سبورس إنه سيكون حاضرا في مباراة نصف النهائي معلقا لا أعرف كيف أعيش هذه اللحظة بين فرنسا والمغرب سيكون الأمر كما لو كان والدي يلعب ضد والدتي مستحيل إنها معضلة معقدة للغاية يشار إلى أن المشوار البطولي للمنتخب الوطني المغربي توقف في كأس العالم عند دور النصف عقب الخسارة بهدفين لسفر أمام منتخب فرنسا حامل اللقب